سينمائية أعتقد من أحسن وأقوى الأدوار اللي لعبتها في ما صارها يعني السينمائي وحتى لأنه علاش بيونة معروفة بالحوار بالحوار بالارتجال قدمت دور يختلف تماما عن ما صارها ربما أول مرة تقدم دور صامت وهذا دليل على أن المخرج عرف عرف كيف يحطها في سياق درامي باش ما ما نشعرف أنا يعطيها مساحة أكثر للحضور طيب خلينا نشوف يا خامس بدور تانوي ولكن برزة فرز خلينا نشوف السيد جابر يعني شو بلاك وتقاطعوا في جابر أعطونا دقيقة الجابر وحدهم يقاطعوا يلا أعطونا دقيقة الجابر طيب ما يتكلف مسكين جابر يقاطعوا يلا أعطونا دقيقة الجابر شوف هو في الأساس يعني يكون حاضر شخصية ممثل يعني قديم وعنده الكم الهائل من الأعمال وكذا يعني عنده قامة يعني قامة فنية من قدش نقول له بليرك في الدور ثانوي مستحيل حتى لو كان صامت هو الصامت هو يعني أنه دور ثانوي الصامت هو ممكن نره بارز وعنده ثقل في شيئا من الجهة يعني في التوزيع الأدوار ولكن بالنسبة لبيونة يعني أنا على ما أظن هو دور رئيسي لكن الدور تحاوي لازم تكون في صامت فدورها الشخصي هو رئيسي وأساسي في الفيلم قادر نقول باللي ممكن في حالات أنه إذا تغيرت ممكن رح يفاجؤون يعني ممكن السيناريو رح تموت بيد الشر يعني في الفيلم يعني أو مسسل هنا رح نحسوا بالفقدان تحها وهذا هو الأساس تعد دور رئيسي حسن الأسماء الثقيلة فقط هذا هو التعليق تاعد جميل فاطمة تفضلي عندك متقولي؟ يلا ناسي ما تفضلي كين عشاد لك الرأي جابير على وشقول تانية صنبوخ صنعك